الدوري السنة دي حتى تسع عسابيع في الدوري أو تمانية أو لتسعة دخلنا على تسعة بكرة هل الدوري بالنسبة لك شايفه ممتع حد هزي اللحظة شايف انه في الفرق داخلت ولا لسه ما فيش حاجة بتطلع في الدوري تقول انه دوري قوي جدا يبقى مفيد لمنتخب مص يعني بص يمكن النهاردة كان يوم مختلف شوية الاسبوع ده كانت مختلف شوية في المفاجئات ولكن الدوري ماشي بنفس الرتم التاعه لسه يعني بادئ بنسخن تمان أسميع ولسه بنسخن يعني برضو المستواء مفيش فرقة مستواء ثابت تمان أسميع كتير أوقع التسخينة كابتل حباتل مستغرب يمكن اللي شايف مستواء ثابت المحلة بفي الدولة الإنجليزية أول خمس دقائق في الموسم خلاص لك خلاص خمس دقائق مش بقولك أول مباراة يعني لازم أتكلم على القمة الأهل والزمالك الأهل برضو مستواء برضو مستابت في هزة مكسبه بصعوبة الفرق بتوصل بشكل كتير علش الأهل بيكلم على جودة لعيبة عالية إزا مالك نفس الكلام إزا مالك فيه مطسط بيعملها بشكل كويس جدا طب ما تيدي بسي واحد واحد يعني الأهل يا كابتل حمادة لو أنت بتابع مبارياته لفترة اللي فاتت الأهل أكتر فريق في الدورة بيصنع فرص بس عنده مشكلة في الفنش والدليل على ده أنه مارسي الكرة المدير الفن للأهل غير محمد شريف وحسام حسن وشري حسين على عدم ثبت التشكيل في النادي الأهل هو المدرب مش قادر يوصل للتشكيل الأمثل عشان كده ده يعني فيه تغيير كتير جداً في رأس الحربة تغيير جداً في نص المرعب تغيير قوي في البكريت تغيير مش عارف يمكن السابت علي معلول السابت متولي قالي ديانج مسابت هو تحديداً المهاجمين يا كابتل حماد تلاتة المهاجمين بيتغيرو لا ده أكتر أصلي في الأماكن الجناحين والمهاجم وتحت رأس الحربة يعني آخر مات شميكت فا شفته بلعب قفشة وصفيو مع بعض سفيو قدامه وقفشة وراه برضو مش غريبة شوية يعني غريبة تبق يعني ده الاثنين دولة ظهروا مساحات كتيرة جداً في حص الملعب الفريق استغلها فارقه استغل مش فارقه ولا كان فارقه استغل المساحات دي بشكل كبير جداً وده دي مشاكل في النادي الأهلي في مشاكل دفاعية في النادي الأهلي وارتداده الدفاعي بطيء قوي يعني كل المشاكل اللي بتحصل في النادي الأهلي طبعاً بيضغط من قدام ضغط عالي بس في نفس الوقت ارتداده في مشاكل عشان كده بتظهر صغرات في نص الملعب في الدفاع بشكل كبير جداً بشكل عالي مش بكلم بس على الأهلي يا كابتر حمادة الضغط العالي الفرق اللي في مصر تطبقوا لفترة طويلة في الوقت يعني بشوف الأهلي مثلاً عنده 45 دقيقة بيمارس فيها الضغط العالي وبيحاول ينهي المباراة بس تشوف الأهلي تحليلك أو تحليل المباراة اللي فاتت هتلاقي الشروط التاني الأهلي أقلي من الشروط الأول دايماً في التكوين بتاع التيم أنا في قاتل كرة فين فهل ده مسموح لأن أنا أعمل الضغط دلوقتي ولا أعمل ضغط أخسر خط ويظهر لي مشاكل فلازم في اسمها حالي اسمها التكوين هكون التيم بتاعي يتكون فين ممكن يتكون عند الجون هناك أضغط أجيب الكرة ما تكونش ممكن راجع شوية ألم يبقى فيه تكوين الخطوط كلها قريباً بعض أقفل مساحات دي عادة في التدريب لكن طول الوقت أنا بأعمل ضغط عالي 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 ده لو أنا الفرقة الثانية سمحاني بكده وأنا قادر أعمله أعمله لكن لو حسيت فيه مشاكل بتظهر لي لا بارجع شوية بشتغل فلازم الفرقة كلها تشغل مع بعض شحية ده موضوع الضغط العالي شحية النادي القالي ممكن فيه سنوريهات في المباراة كتير النتيجة عاملة إيه هل لما أهلي بيرجع يبقى أكيد فيه حاجة ظهرت خطأ المداري بيتدخل لا نرجع شوية نقف نقفل المناطق اللي فيها صغرات ممكن لعيب أو اتنين ما قموش بالواجب يعني ما أرجع للمغرب تاني على الأقل الـ 11 لعيب أو الـ 10 لعيب في الملعب كله بيقوم بالواجب بتاعه بنسبة 100% صح واجبت الدفاعية بالذات صحية يعني زياش اللي الراجل ما كانش بياخده غلوفيتش ما كانش بياخده عشان ما بيعرف يدافع قالك ما بيدفعش وحصل مشاكل بينهم التفرج عليه في كاس العالم أدوار الدفاعية عبقرية رائعة طبعا وفي نفس الوقت المجهود بيعمل ارتداد هو بيعمل الهجمة المرتدة بشكل كويس صح فالأدوار الدفاعية مهمة جدا لكل اللعيبة ما فيش حد يقولك يعني يمكن ما شفنوش بيدفع بالنسبة 200% ميسي آه تلاقي بيتمشى شوية بيتمشى بس بيتمشى في دماغه هيروح فين بعد ميسي المكور عملوا تأييدة عن ميسي قالك أكتر لعب في كاس العالم كان بيتمشي كده يعني ما كانش بيجري أنا قاعد في المدرج آه بيتفرج على ميسي آه يعني كرة شغالنا حتى أنا أنا أتفرج على ميسي صح بيعمل ايه بس بس عمالي راج كيس على المقرات الضعف وبعاكده تحرقه بقى مدروس بقى راح فين آه بروح ياخده كرة يحل بوشكلة بيعمل آه آه مدهش مدهش طبعا مدهش طبعا طيب